اهلا بحراركم من جديد ورجعنا لكم وفاقرة ريمونتادة فاقرة ريمونتادة النهاردة يعني هتتناول احد الشخصيات اللي تناولناها على مدار فترة طويلة جدا واضح جدا ان ما فيش اي مستوى للتقدم ابدا او اي امل في ان الموضوع يختلف او يتغير ولكن مش هنسمح ابدا برغم ان احنا تجاهلنا كتير جدا وتجاهلنا كتير جدا لان احنا هنا عاوزين نتناول افكار عاوزين يبقى فيه دي بيت على مستوى فكري لكن على مستوى المصطلحات اللي ممكن تتقال بشكله وباخر اللي من وجهة نظري اصبحت دخيلة على الاعلام الرياضي بنحاول نتجاهلها من وقت الى اخر ولكن لما يتم التشكيك في النادي الاهلي علنا ولا احد يتحدث لا مش هينفع ان اتجاهل ده ومش هينفع ان اتجاوز عن ده نطلع نشوف اول فيديو عشان عندنا كلام كتير جدا عن افكار كابتن رضا عبدالعال نشوف الفيديو احنا نكلم بجد بقى ولا افريقيا انت جيت قبل المطش وقمت جام جامد نادي الزمالك غيرت للحاكم ها نقول تاني ولا كفايا قول يا كابتن قول اللي انت عايز غيرت الحاكم وبدأ ان في هذا المكان فلان هيجي فلان جيل للرجل اللي هو جيل اللي قاله الزمالي كان فيه ضرب الجزاء لبين شرق وما تحسبتش لخير ماتش ايه دكت قد ممكن العادية فين نكت نشوفتش اي ضرب الجزاء ماتحسبتش بتاع تبين شرق اني واهلا تفاكرها اه فاكرها دخل ومش عارف رام الربية ما لمين حط رجله وقدامه يعني انا عايز اقولك كل الامور ميسرة اني كان ياخدوا البطولة وخدها بعوامل خارجية واكتهاد اللعيبة يعني بعوامل خارجية مع اكتهاد اللعيبة لما انت تجي تغير الحاكم قبلها بيومين ده اندال يدل عليها اكيد هتكلم عن كابتن رضا عبد العيل لكن مش خلناش نتكلم بقى فلاقي الرد من كابتن محمد فاروق احد العيبي النادي الاهلي السابقين يقول له اتكلم يا كابتن قول لي يا كابتن قول لي انت عايزه يا كابتن مش هتسيق لي النادي الاهلي قول لي يا كابتن لي انت عايزه بس انا هاجه اطعك فين يا كابتن هقولك هي فين ركلة الجزاء دي لكن ان البطولة موجهة انا مش هتكلم يا كابتن ان الحاكم اتغير أنا مش هتكلم يا كابتن أنا هاخش لك في حتة صغيرة كده هي فين ركلة الجزاء دي أنا مش حزين عن اللي بيطلع من كابتن محمد فاروق وهو مش قضياتنا النهاردة قضياتنا النهاردة الكابتن رضا عبد العال اللي بيشكك بوضوح وعن جهل بالمعلومة ببطولة الندلال مبدأيا هو أتكلم عن فكرة تغيير حكم المباراة حكم المباراة لم يتغير من تغير هو حكم تقنية الفيديو لإصابته بفيروس كورونا وده مش كلامنا ده كلام البيان اللي نشروا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأعتقد واضح جدا أنه هو حكم تقنية الفيديو المساعد في نهاي دوري الأبطال الحكم الرابع سيكازوي هو اللي هيدخل محل الحكم رضوان جايد في نهاي دوري الأبطال يبدأ أول حاجة يعني بدء زي بدء كده حكم الساحة مهاج جانحيته اللي هتغير رضوان جايد هتقول لي ما ده يمكن بالاتفاق مع الكاف والكاف عايز يوجه البطولة نادي الأهلي على حد تعبير كابتن رضا عبد العائل طب احنا بعد 8 شهور يا جماعة لعبنا مع كايزر تشيفز الحكم اللي منح النادي الأهلي حقه وهو في تقنية الفيديو هو كان رضوان جايد هو اللي استدعى حكم الساحة بسفك وقال له تعالى في حالة استدعى الطرد ضد أكرم توفيق للعب هابي لو رضوان جايد حكم خطير تواجده في النهائي على النادي الأهلي بالتأكيد النادي الأهلي كان حريص على انه حقق البطولة العشرة لكن الكلام ده كلام مرسل وبيتقال وهنسترح لكم خلال الفقرة دي انه مش اول مرة يتقال عن النادي الأهلي وكابتن محمد فاروق قاعد ما بيقولوش عيب ان انت تقولي الكلام ده عن النادي الأهلي لان كابتن محمد فاروق ما ارتداشت شرط فريق منافس كابتن رضع بعال كان جاي لنا من فريق منافس فممكن نتقبل فكرة انه كان غضبان وقتها من الفريق ولكن في النهاية هو اصله مع الفريق المنافس فبيقولي الاتهام ده قصاد لاعب في النادي الأهلي واسابه عادي للتأكيد المرة ده وقعت بيان الكاف والاتحاد الأفريقية يا فارس ان رضوان جايد كان حكم فيديو وتم تغييره بسبب كورونا وجاس كازوي لكن هو قال ان فيه خطأ تحكيمي بيستدل به فكرة ان المغروم موجه ده حنروح لها ولكن بس عندي تعليق على كابتن رضو عبد العال وعندي تعليق على كابتن محمد فاروق بعيدا عن فكرة النادي الأهلي واسابه اتكلم فيها لكن حابب اقول حاجة يعني هنا احنا مش في مجال ان احنا نعلم البعض اعلام والموضوع مش كده بس احنا في مجال ان اي حد الف به لو قاعد معاه ضيف وبدأ الضيف بيقول معلومة تخص وجهة نظر حيسيبه يقول رأيه لان ده دوره كمقدم برنامج انه طالما دي وجهة نظر انما ان هو يلقي بالتهام يلقي بالتهام في اصارة فتنة ما بين الجمهور وده اللي لازم اقف عنده ويلقي بالتهام تدخل النادي الأهلي وسيطرته على كاف وتغيير حكم هنا ما ينفعش اقولك اقول وما ينفعش اقولك كمل انت حتى لو مرتدتش تشيرت اي فريق انت لو حتى راجل ملكش في كورة القادة لما تيجي تلاقي مش وجهة نظر معلومة بدون مصدر تقول لا ثانية واحدة الكلام ده ما ينفعش يطلع على الشاشة الا لو حضرتك عندك ما يؤكد ده ايه اللي يوصل مقدم البرنامج انه يقوله قول قول ومش فارق معاه تاني حاجة بقى رسالة الكابتر رضا عبد العال احنا عندنا يا جماعة مشكلة كبيرة لما اجي حط النادي الأهلي اصاد اندية اقرم ونفسة واقول مجلس تجمد وما تجمدش وحط الأهلي في جملة مفيدة هنا في مشكلة كبيرة قوي ولازم الناس تاخد بالها حاجة تانية لما اجي اقول ان الكاف غير لصالح حد ده اتهاب وعشان كده انا بناشد انه لازم يتاخد اجراء مع كابتر رضا عبد العال لان ده مش وجهات نظر وده مش نقض فني وانا مستغرب بيجي الناس تنطفت في الاعلام لما كابتر رضا عبد العال يجيب بسيرة اي حاجة للمنتخب وكل الكبار وقامات الاعلام والصحفيين اللي بيكتبوا سنين في صحف قومية وبنحترمهم والله قالوا لا ده لا يصلح وده ما ينفعش وده مش اعلام وده مش نقض وده حاجة ما تظهرش على الشاشة طب اين انتم هنا يا جماعة والله الموضوع ما اندية ولا تشيرتات ولا الوان اين انتم من فكرة اتهامات زي دي في الكرة المصرية لا لازم يكون في تدخل وزي ما بنقول عيف في ما يخص المنتخب بنقول عيف في ما يخص النادي الاهلي لما يتقال عليه كده انا مش عشمان حاجة فرد عبد العال هو راجل مش هيغير من افكاره وبيبحث عن ترند وخلصنا انما انا براهن على المسؤول وبراهن على كل ناس عندها وعي بخطورة اللي بيتقال دي رسالة بكررها للمرة كام مع رضا عبد العال انا مش فاكر ترجمة نانسي قنقر